بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات شرح مفردات مقرر علوم القرآن وقد تناولنا في اللقاءين السابقين ما يتعلق بمقدمة يسيرة تمهيدا للدخول في موضوعات هذا المقرر ثم عرفنا علوم القرآن تعريفا موجزا بناء على ما ذكره أهل العلم في مصنفاتهم وذكرنا أن علوم القرآن هو من حيث كونه علما مدونا هو علم يتضمن أبحاثا كلية تتصل بالقرآن الكريم من نواحي شتى يصلح كل علم منها أن يكون علما متميزا وبيننا هذا التعريف وما يدخل تحته وما يراد به واليوم نتكلم عن فقرة أخرى من المقدمات في هذا العلم وهي ما يتعلق ب أهمية أهمية علوم القرآن أهمية علوم القرآن لماذا ندرس هذا العلم وهل له أهمية هذا ما سنوضحه إن شاء الله في هذا اللقاء قبل أن نبدأ في وجوه أهمية هذا العلم هناك مسألة مهمة ينبغي أن نكون على بصيرة وعناية بها وهي أن إقبالنا على أي شيء وحرصنا عليه هو ثمرة من ثمرات معرفتنا لأهميته فعلى قدر يعني معرفتنا بأهمية الشيء على قدر ما نبذل من جهد في الحرص عليه وتعلمه ولذلك من أراد أن يوجه أحدا إلى شيء فعليه أولا أن يبين له أهمية هذا الشيء فإن الإنسان إذا تبين له أهمية أي أمر من الأمور أقبل عليه وهذا أمر مهم جدا في الاهتمام بالأمور يعني مثلا لو تكلمنا عن العلم سنجد أن مع الأسف الشديد أن الكثيرين من أبناء المسلمين لا يقبلون على العلم ولا يحرصون عليه ولو بحثنا عن الأسباب لو وجدنا أن من أسباب ذلك أنهم لا يعرفون قدر العلم ولا أهمية العلم فمهم جدا أن نحرص على بيان أهمية الأمور التي نحتاج إليها ولا بد لنا منها فالعلم الشرعي مثلا ضرورة ونحتاج إليه كحاجتنا إلى الماء والشراب والهواء ولا ينبغي أن يشك عاقل في ذلك ثم كل ما يدخل تحت العلم الشرعي له من الأهمية بقدر ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه ودائما العلم الشرعي النافع هو الذي ينفع العبد في دينه ودنياه فأقول ابتداء إن معرفتنا لأهمية أي شيء يدعونا إلى الإقبال عليه والاهتمام به علوم القرآن هل له أهمية هل لهذا العلم أهمية حتى نقبل عليه ونحرص عليه هل له أهمية حتى نخصص له مقررات في الجامعات والمعاهد هل له أهمية حتى تفرد فيه المؤلفات والكتب لا شك ولا ريب أن له أهمية كبيرة وهذا ما سيتضح إن شاء الله في هذه الدقائق فأولا من وجوه أهمية هذا العلم أن من تعرف على هذا العلم وعلى مسائله وعلى ما تضمنه من القضايا والمباحث فإنه يتعرف على القرآن الكريم وتزداد معرفته بكلام ربه جل وعلا وكفى بهذا أهمية في بيان أهمية علوم القرآن فعلوم القرآن لا شك أنها تقربنا من القرآن أكثر وتعرفنا عليه أكثر حيث نعرف ما يحيط بالقرآن من أحوال وما أحاط به من اهتمام عبر العصور كل هذا يتبين لنا من خلال علوم القرآن يتبين لنا من خلال علوم القرآن كيف نزل القرآن وكيف تلقاه الصحابة وكيف حفظ على مر العصور وكيف صنفت فيه المصنفات وما هي الموضوعات التي تتكلم عن القرآن الكريم في هذا العلم في علوم القرآن كل هذا يتبين لنا من خلال من خلال علوم القرآن فهذا أمر فنقول إن من فوائد هذا العلم معرفة ما أحاط بالقرآن من أحوال عبر العصور أمر آخر أيضا يبين لنا أهمية علوم القرآن وهو معرفة الشبهات التي افتراها أعداء الإسلام وكيفية ردها وبيان زيفها وبطلانها وهذا أمر مهم جدا وخاصة لأهل العلم والمتخصصين فيه الذابين عنه الذين ينفون عنه تأويل المبطلين وانتحال الكافرين فإن معرفة شبهات الأعداء والرد عليها هي جزء من أجزاء علوم القرآن الكريم ونحن لو تأملنا مباحث هذا العلم لو وجدنا أن الكثير من المسائل التي وردت فيه هي أصلا لرد بعض الشبهات التي أثارها الأعداء سواء كان ذلك في القديم أو في الحديث والمتأخرون على وجه الخصوص يولون هذا الأمر عناية ويفردون له مباحث مستقلة حيث يجعلون في الغالب في نهاية كل موضوع من موضوعات علوم القرآن مبحثا يتعلق بالشبهات التي أثيرت حوله ثم الرد عليها وتفنيدها فهذا لا شك أنه من الجهاد ولا شك أنه من الدفاع عن القرآن الكريم والانتصال له كذلك من فوائد هذا العلم معرفة العلوم والشروط والأداب التي ينبغي أن تتوفر في المفسر وفي من يتصد لبيان القرآن الكريم وتعليمه للناس فإن هناك شروطا لا بد من توفرها في كل من ندب نفسه لتعليم الناس للقرآن ولتفسير القرآن فهذه الأمور تعرف من خلال هذا العلم أيضا من وجوه أهمية علوم القرآن الاستعانة ببحوث هذا العلم على فهم القرآن الكريم وقد يكون هذا من أهم الأمور التي تبين أهمية علوم القرآن فكثير من بحوث علوم القرآن لها ارتباط بالتفسير الذي هو بيان معاني كلام الله تعالى فالتفسير يحتاج إلى أسباب النزول ويحتاج إلى معرفة الناسخ والمنسوخ ويحتاج إلى معرفة العموم والخصوص ويحتاج فيه إلى معرفة المكي والمدني إلى غير ذلك من المباحث التي لا بد أن تتوفر في من أراد أن يفسر القرآن الكريم هذه باختصار بعض الأمور التي تبين أهمية هذا العلم هناك يعني من تكلم عن هذا الأمر بالتفصيل ومن العلماء الذين يعني بيّنوا أهمية هذا العلم الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس رحمه الله فله كتاب جيد في علوم القرآن وهو إتقان البرهان في علوم القرآن وأنا أتعمد بين فترة وأخرى وبين درس وآخر أن أذكر لكم بعض الكتب حتى نتعرف عليها ويكون هناك يعني بيان لها لمن أراد أن يرجع ويتوسع ذكر رحمه الله في هذا الكتاب وأختم بذلك جهود العلماء في علوم القرآن وقدم بمقدمة ذكر فيها خطر هذا العلم وأهمية هذا العلم وقال وأقرأ لكم سطرين أو ثلاثة مما قال قال لن نعدو الحقيقة ولن نكون مغالين أو مبالغين إذا قلنا إن موضوعات هذا العلم أخطر موضوعات التراث الإسلامي ذلكم لأنها تتصل اتصالا مباشرا بأقدس شيء عند المسلمين وهو هذا القرآن الكريم ومن أجل ذلك وجدنا أن أعداء الإسلام قديما وحديثا يحاولون البحث عن أي ثغرة مدعات وعن أي شبهة باطلة وعن أي قضية دونت خطأ وعن أي رأي غير سديد وأي قول بعيد ذكره الكاتبون إلا وحاولوا أن يدخلوا منه لتعكير ولد هذا القرآن الصافي وإلقاء الشبهات ليشكك المسلمين فيما لا ريب فيه ولذا قام أئمتنا رحمهم الله تعالى بالتصدي لأولئك الذين حاولوا أن يصادوا في الماء العكر فردوا سهام هؤلاء الحاقدين إلى نحورهم ثم تكلم عن العلماء وما كتبوا في هذا الباب وذكر كلاما يتعلق بأهمية هذا العلم يمكنكم الرجوع إليه في هذا الكتاب الذي هو إتقان البرهان في علوم القرآن وعلى كل حال فهذا الكلام فقط كشاهد مما ذكره أهل العلم في بيان أهمية علوم القرآن وأن الدارس للقرآن الكريم والمتخصص في العلوم الشرعية لا بد أن يكون له اهتمام بهذا العلم وإتقان لكثير من مباحثه وعلومه المهمة حتى يكون مؤهلا لحمل هذا العلم ولبيان القرآن الكريم ولنشره وتعليمه للناس أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يجاهد في سبيل الله بتعليم الناس وممن يجاهد بهذا القرآن الكريم ويعلمه وينشر هدايته للناس والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر